اشتركوا في القناة وهذا اللقب الأخير اللي هو بطل العالم المحترف بكمان الأجسام 2012 قدر يتفوق فيه على مجموعة كبيرة وخاصة على الأمريكيين اللي عادتا هني بيحملوا هاللقب مع أنه البطولة بتصير بأمريكا رح ناخد تفاصيل عن كل حياته الرياضية صباح الخير محمد مبروك اللقب بداية انت حملت عدة ألقاب قبل يعني من 2001 لل2005 كنت بطل أبطال لبنان بكمان الأجسام بعدين من 2006 2006 عملت بطل أبطال العرب 2007 تالت بطل العالم للهوات بعدنا 2008 أخدت البروك كارت لاحتراف على أساس السيفي طبعي أنه حصلت على هالالقاب وهي صعبة كتير أنه واحد ياخد البروك كارت والأصعب من هيك أنه يقدر يعمل شي بالاحتراف خاصة بأمريكا يعني مع العمالكا لهن أسسوا هيدا اللعبة 2009 بلشت بداياتي أنا بالاحتراف بالبطولات عملت 2009 2010-2011 عديد من البطولات كانت مراكزة بين ال6 وال5 الأول يعني هذه منيحة كبالمبدأ بالـ 2012 عملت إنجاز تاريخي أنا بعتبره والجميع بعتبره للبنان يعني أنه تاني لبناني بيعمل مركز تاني بمعركة الأبطال للمحترفين هذه معظم المحترفين بعضها مين بيربح بهيك يعني أنه عادة أنه تعرف أنت الأمر كان يعني هن مستوليين على اللعبة لأنه أنه هن مخترعين على هيد اللعبة يعني بس أنونيا هن بيربحوا يعني مش بصير في غش لا ما بيصير في غش بكل الرياضات بيصير في غش كيف يعني أنه بيكون في نقطة بين الأول والتاني ممكن أنه التاني يعملوا أول أول يعملوا تاني أكتر من هكي ما في غش يعني شو طلع لك مورا هاللقب شو طلع لي؟ غير اللقب هاللقب بس بزيادة إنه اللقب شو بدوا يطلع لي ببلد مثل عنا لبنان شوي إنه مضادة حفظ ببلادتين شو بيطلع لهم؟ يعني بش بس بيطلع لهم من البطولة يعني بيكون فيه لهم رعاية بيساعدوهم بيعطوهم معاش ما فيه تحضير للبطولة خلال السنة كلها بيكون فيه تحضير يعني اللاعب خليني أقول أقرب الناس اللي كانوا معي مشاركين شخص إماراتي يعني عادة شهرية وخمسة عشرين ألف دولار وكل التكاليف الصفر والمنامي والتحضير على حساب الدولة دولة الإمارات العربية أو شيخ أو حدا سبونسر رعيه هلأ نحنا بلبنان أبدا كله هيدا بش بس أنا كل الأبطال اللي عم تعمل إنجازات للبنان عم تعمل مجهود الفردة ما فيه سبونسر ما فيه سبونسر لا لا أبدا أنت كله على تكلفتك الخاصة على نفقتك الخاصة بتروح هلأ من البدايات أكيد لحالة بحالة وأنا يعني بفتخر بهذا الشيء أنه بنات حالة بحالة هلأ هذه البطولة الجديدة غير الألفان وستة بالألفان وستة كان فيه حرب حرب الألفان وستة يعني ما كان فيه كان ضعض على البلد شوي ومنح اللي حصلت على هيدا الوظيف من رئيس مجلس النواب هلأ وبعدان إنه كسبونسرات أو حدا يدعمني مادة ما فيه أنا مضطر أشتغل أربع شغلات أكيد لحتى أنه أقدر أحصل على المادة لأقدر شارك ببطولات تتمنى مرات لو كنت إماراتي أو بحريني أو حامل جنسية عربية تانية وعم تمثل بلدك بهالبطولات هلأ جاني عروضات كتير أنا من ثلاث أربع سنين أنه أقدر أطلع شارك بس بغير جنسية من دول عربية؟ دول عربية أنا رفضت صراحة يعني لم أحبت لأن وطنيتي ما بتسمح لي أنه بس في ناس قتلين حالهم على الجنسية معه بدون بطولات قتلين حالهم بس أنه محبت لأنه وصلت للكمه أنا بلبنان وبتعرف وضع لبنان منه أنه كتير منيح وبترتاح ببلدك لتقدر تتمرن وتقدر تعملي إنجازات هذا أنا عملته بالرغم من كل الإنشئاءات اللي عم تصير بيناتنا تحبت تضلك بإسم لبنان عم تقدمت مع العلم أنه هلأ كمان جاييني عروضات من دولة كتير منيحة يعني بطرع الرياضية بس بينه وبينك هلأ عم فكري شوي بهذا الموضوع لأن أنا وصلت للاحتراف بعد عندي 7-8 سنين يعني إذا ما هلأ أنا أقدرت أنك ضلني بالكمة واستفيد شخصي ما يعني حقتدمر صراحة عندي سؤال عن أميسك ما قالوا علاقة بالحديث وين بتلاقي أمسان من إياسك؟ جيبوا من أمريكا جيبوا من أمريكا ماشاء الله الإيدين كيف بيه؟ عم نشوف صورك هوني بالبطولة هاي؟ هاي بأخر بطولة؟ هاي آخر بطولة هاي دي أهم بطولة أنا عملتها وربحت فيها مع أنه كانوا كلهم أضخم مني فأنا حبيت أنه نزل وزني بعد شوي لأقدر التقطيع بيينة لأربح عليهم ليه بيبين الجسم هالأدي غامق محمد بصور؟ ندهن لون على جسمنا لنبين غامق هاي آخر بطولة ليبينوا العضلات أكتر يعني؟ أنت عندك بالعيلة أصلا عندك أبطال يعني الوالد وابن عمك؟ مستر أولمبيا بالأربعة وثمانين هاي شجعوك أنك تبلج بهيك رياضة؟ أنا وصغير شوفهم عم يتمرنوا تتمرن معهم؟ تتمرن معهم على صغير يعني وشوي شوي وقت العمل مستر أولمبيا أنه صارت كل العالم تحكي فيه وتعرفي الشاب الصغير أنه بيحب هايدي الشغلات فأنه أقلمت معاها وشوي شوي وصرنا بهيد هلأ كل قدر تتمرن؟ هلأ ومين بيمرنك؟ هلأ وقتل صرت محترف بالألفين واثناث يعني آخر بطولة كان في عندي مدرب الأصل اللبناني أمريكاني هو اسمه جورج فرح يعني من أهم المدربين بأمريكا الصراحة وهلأ بابا عم يتابعني هلأ كل قدر تتدرب؟ هلأ كل يوم بتمرن أنا آخر الشهر أنا طالع على أمريكا عن نيويورك عمل معسكر شهر عندي بطولة باستراليا هنلتقى كل المحترفين باستراليا معسكر يعني تمرين مكثف؟ ما هو لقلك شغلي شو بيعني أنا بالمعسكر؟ كل الأبطال بتعمل المعسكرات حطا بالفوتبول والبسكتبول يعني ببعد عن جو أنه لازم يكون مرتاح يعني أنا مثلا هلأ جيت على المقابلة إذا بدي أتأخر شوي مثلا على الطريق راح عندي وجبة أكل صراحة عرفتي وجبة البروتين وجبة التمرين هذه ممنوعة تصير وقت اللي بكون أنا بمعسكر وقت اللي بحدد لي الكوتش معسكري ممنوعة تعطى مع أحدا أبدا شو بتاكل محمد؟ شو النظام الغذائي اللي بتتبعه؟ بتاكل كتير بروتين؟ باكل تمان مرات أنا باليوم خلال السنة خلينا أحكي كل السنة نفس الأكل باكل ما بغيره باكل تمان مرات من ضمن بروتين ووجبات الأكل بتكون هي رز مسلوق مع ججاج أو رز مسلوق مع لحمة يعني مرة هيك مرة هيك كل السنة يعني أنت كليها مرة واحدة التاني مرة ما عاش بتاكلها طيب إذا استحلتش قفة جتو إذا استحلتش لا ممنوع ما بتاكل؟ ممنوع بش ما باكل ممنوع إكلها ممنوع إشرب ببسي ممنوع أي شي غير هيدا الأكل اللي عاملك عنه رز ولحمة أو رز وججاج؟ بس 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 غير هيك ما في تفاحة خضرة وموز الصباح بس غير هيك ما فيه تفاحة وموز الصباح بعدين تاخد ثمان واجبات سبع واجبات السبعة الواجبات البقية بكونوا مكوانين بروتين ورز رز لحمة رز ججاج واشبتان بروتين بروتين يعني شرك شرك يعني شرك يعني بروتين شرك واو ياريت تعطينا السر كيف تاكلها بس هادي سر كتير كبير هذا صعبك صعبك بلبنان ما في منافسة يعني هاي المنافسة موجودة بس بالخارج اكيد لان ما في احتراف إلا بالخارج يعني متل ما معروف يعني بس عندنا شوف فيديو فسر لنا بس شو عم نشوف على الفيديو محمد هوني عم نقو أول خمسة يعني متل ما شايفي ضخمين كتير انت التاني صح؟ ايه يعني اضخم مني تب ليش اختاروك إليك إذا هني اضخم منك فسر لنا يعني أنا مقطع أكتر هي هاي دلعبة اسمها كمال الأجسام جمال الجسم يعني ما شي بالضخامة شي بالتقطيع يعني قديش كل عضل يمبيني؟ ايه طبعا أكيد بالتفاصيل يعني شايف أضعف واحد فيهم أنا يعني هوني بنعمل الأوضاع السبعة بيرجع بكونوا الحكام هني عم يعطوا العلامات أنا والأول لحده طلعنا نفس النقاط في خمس حكام اثنين عطيوني إلي واثنين عطيوا إليه ضلت جادج رئيس الحكام يعني واحد يعني من المنطق انه ابني البلد بدوا يعطي إليه لو كانت بلبنا بدوا يعطيني إليه هذا شيء انه منطقي يعني يعني انت قابلان ويعطي يعني شو بدي أعمل ما فينا أعمل غير هيك محمد هالتمرين الدائم ونظام الغذائي المعين والعضلات اللي بك تحافظ عليه هون كمان الأجسام بيمنعوك عن متابعة حياة عادية؟ اه أكيد خاصة مع عائلتي يعني مين عندك؟ أنت مزوج؟ وعندي ولدان هلأ كان فيه صورة إلي والأولادة كمان عم يعرضوا كمان عم يعملوا ذات الرياضة ملابس دار كتير واحد خمس سنين واحد عشر سنين بس إنه بضلهم معي بتجان أنا كتير بيعزبهم خاصة إنه مرت بتعب معي كتير صراحة خاصة بالأكل أنا بتشكرة كتير بضل واقفي جنبي كل ساعتين بضلت عملي أكل يعني منيح ما زهقت أولادة ما بيشوفوني كتير خاصة بأي أولي أولادة خاصة بالمعسكر يعني خلص ما عاش إذا بعمل معسكر برات لبنان إذا بصير شي بلبنان أو مع عائلتي أو ما حدا بيقل إنه شو صار لأن إذا بيزعل أو بيصير معي شي بعبي ماي بالوقت اللي أنا بدي وقت كتير لشي للماء من جسمي فتغرب خمس دقائق أو بعشر دقائق إذا بسمع خبر مزعج بيعبي جسمي ماي فها ما بربح أكيد يعني بتنقطع كليا عن عائلتك لحتى تضلك راسك مفرغ للمبارات أكيد بطلع أمريكا ببعد كليا مشان إنه أقدر أربح يعني بدي أعمل مثل مثل الأمريكا طب هالمهنة أو هالاحتراف اللي احترفته برياضة معي أشك طريت تشتغل أمور تاني معه بس بعدك متابع فيها ليه؟ يعني شو بدي خبريك أول شغلي أنا يعني وقت اللي بلشت بهذه اللعبة وصرت أربح حطيت هدف براسي إنه بده أصله إنه أصير بمستر أولمبيا أرفع اسم بلادي مثل سامير بنوت مع العلم إنه أنا المشاكل اللي أنا وقعت فيها لأن أنا بتمرن بلبنان بس سامير بنوت كانت مرن بأمريكا حتى إجا من بعده أحمد حيدر كمان كان عايش بأمريكا بس أنا عايش بلبنان يعني الإنجاز بإنجازان عامله أنه يعني أنتو بتعرفوا وضع لبنان كيف يعني أنا عبتمرن فيه وبشتغل فيه وبسافر بعمل بطولة بربح وبيجي مش إنه عايش بأمريكا مرتاح هيدا الفرق يعني يعني بعدين وقت اللي بيجي حطوا صورة وقت الاستقبلوني بالمطار الإعلان يعني أنا صراحة بمبسط كتير وقت اللي بحمل عالم بلادي وقت اللي بوصل على المطار كتبوا عنك الجرائد الأمريكية وقت حملت هالبطولة كتبوا عنك الجرائد بلبنان كمان يعني يعطوك الأهمية زيتا والضجة اللي بتستهلها بش هي زيتا بس أكيد كتبوا لأنه إنجاز إنه ما فين يخبوه صراحة يعني إنجاز هني بيفتخروا فيه اللبنانية طبعا يعني ما بيقدر يتخبى لأن إنجاز تاريخي وهلأ عندي كمان عم حضر غير لأنه بطولة أستراليا بش بطولة أستراليا هي بأستراليا البطولة عندي مستر أولمبيا بشهر 11 2013 يعني كل تفكيري وتحضير وتركيزك كله علا يعني محبا وإيد واحدة ما بتزقف انتبهي يعني خاصة لمستر أولمبيا لأوليك البطولات شو يعني إيدوهدي مشو المطلوب هلأ بدك سبونسور للأولمبيا يعني أكيد إذا في سبونسور بيقدر يقوم بهذه المهمة أكيد يعني أنا البطولات الماضية تعذبت كتير خاصة بآخر بطولة يعني أكيد إنه دولة الرئيس إنه عم يضل يتابعني وانتبهي المعنويات شو علاقتك جيدة بدولة الرئيس يعني عطول كل عشر تيام 15 يوم بقابله صراحة عن جد بيسألني إنه وين صرت شو عندك شو كذا بيخليني إنه طب لم أشوفنا صورة لقالك مع رئيس الحكومة رئيس الحكومة يعني شو بدي خبرك وقت اللي أنا بجيب الإنجاز بجيبه للبنان كله البروتوكول بيقول إنه بطل عند رئيس جمهورية رئيس مجلس نواب رئيس الحكومة هذا البروتوكول بينقل وطنيتي كمان أنا بابتسمح لي إنه روح عند شخص لي بس عم يهتم فيه قدم له هيد البطولة حتى هو ما بيقبل أنا بقدمه لكل لبنان رحت رحت عند رئيس جمهورية كمان كرمني رحت عند رئيس مجلس نواب كرمني يعني إلي ستة شهر بحاول إنه أخذ موعد عند رئيس الحكومة ما في لا أنا ما بعرف إذا هو معه خبر ما معه خبر وإنه هادي يعني مشكلة كبيرة لا عم يسمعوا كبيرك حدا بوصل له خبر لا ما هلا خلاص ما عاشت ما عاشت ما عاشت ما عاشت أنا معاش خلاص أطعت العلاقات سحب السفر مش إنه أطعت العلاقات إنه مثل ما هو أنا ما عم بحكي عن شخص الرئيس الحكومة عم بحكي عن الموقع يعني كمان بدي أرجع عيدة تالت مرة وطنيتي ما بتسمح لي ما روح لعند هيدا الموقع لأن هيدا موقع لكل لبنان ما لا شخص واحد ما هيدا هي اللي وبطولتك لكل لبنان كمان محمد فيه سن بيتقاعد فيه اللي بيكون بطل بكمان الإسلام يعني لا ما في إذا بدي ضلني محافظ على البطولة بضلني للـ 45 مع الشباب بعد الـ 45 36 بعد الـ 45 بدي روح مع الماسترز يعني كلنا من الـ 45 إلى الـ 60 ناوي تروح ناوي تبقى بهالرياضة ولا ما بعرف خليني خلص بالشباب أول شي ولوقتها من شوف يعني كيف كنت عم تقلي قبل ما نفوت على هو أنه حابب تعمل الكتاب عن يعني مسيرتك الرياضية والبطولات اللي حسنت عليها يعني أكيد ما هلأ لأنه هلأ بدي أهتم قبل عندي بطولات واستحقات للبنان كتير كبيرة لأنه هلأ بموقع أنا بس عطا اللي بيعمل الكتاب بيكون عم بيحضر قبل بوقت يعني بياخد نوتس بياخد صور كله موجود وكل شي صور موجود وكل شي فيديويات موجودة بس ما عندي وقت صراحة يعني أنه يعني يعني إجاني بالتنسيل ما عندي وقت يعني بدي أختار شغل شو عرض عليك أدوار يعني شو أنه شكلي شو بدي كون أكيد بدي كون دور أنه منيح يعني مش لها الدرجة بس ما عندي وقت صراحة لأن بدي ضلني أربع حلق إن شاء الله بدلت تربح محمد تسمع تعليقات على عضلاتك من العالم بالأول إي بس هلأ يعني محلق زرحت عليه جديد لعالم ما بتعرف مين محمد بنور ما بتسمع هلأ صعب كتير أنه ما يعرفوا بين محمد بنور بس أول شي إي لأن عندنا بلبنان صارت لأنه قليلة بلبنان كمان بس في عندنا بلبنان هلأ مشكلة بتلاقي واحد ضعيف إيده كتير كبار بكون حقيقينهم سيليكون أو شي هيدا المشكلة نحن عم نعنيها كأبطال بس هلأ على الإنجازات اللي أنا عم جيبة معاش عمي قارن بيني وبين الموجودين بلبنان خلاص بقارنوا أنه أنا كبطل بعدين أنه مني كتير كتير ضخم يعني أوكي وزن 125 كيلو بس منه أنه كتير ضخم مثل الأمريكان صانب لبنان بلقوها شوي ضخم القصة ما أقول لك لأنه هي منع كتير موجودة بلبنان يعني لك عضلة مع أنه اللعبة بكسافة موجودة عندنا بلبنان وكل العالم تلعبها اللي بيحب اللعبة وما بيحبهم لك في ناس بيأخذوا هالقبار والأشياء اللي ذكرتها هلأ وبيشتركوا ببطولات أو بيفحصوهم آه بيفحصوهم أكيد إذا كان هو رئيس الاتحاد اللبناني استاذ مالي علي وان ما بيقبل يطلع واحد إلا ما يعمل له فحص هون وإذا ما بين معه هون الفحص بس نعمل البطولة بنزلونا على المسرح دغرب يفحصونا نحن وبقلب البطولة مشان هيك صعب كتير أنه البطل ياخد منشطات بالكترة اللي عم ياخدوها هلأ الشباب باللبنان طيب أنت بما أنك بطل وبتحافظ على نظام غذائي وعلى يعني نوع حياة معين وقدرت توصل للبطولة شو بتنصح الشباب اليوم اللي عم بيخبصوا بهالبروتين شيك وبالقبار وبالحبوب أهم مشغل وقت أنت بتاخد حبوب؟ أكيد بياخد حبوب وبروتينات يعني أنه هذه مسموحة حتى بلعبتنا مسموحة لأنه هذه مكمل غذائي هلأ بالنسبة للشباب والنسبة للقبار اللي عم يتعطوها أو السنتول اللي عم ياخدوه المنتشر هلأ عنا بلبنان أنا بنصح كل واحد وقت اللي بدي يفوت على الجام يشوف المدرب منه يشوف السيفيد طبعا المدرب منه يعني ما في أنه أنه مدرب ما بحياته مدرب بيعمل نادي ويصير مدرب ما بدي أنا إذا بدي فوت على نادي إذا ما كان أهم مني المدرب أنا كيف بدي أتمرن معا بدي يكون خبير وهو خبير طبعا وبدوش يكون الكرمال للمادة الكوتش يعني هلأ بيفوت الواحد أنا بكبرك بشهر ونصف بشهرين بتصير بيتجنن بيلعب له بعقله للتلميذ هلأ التلميذ بيفكر إنه شوية أوبرون هلأ بصير بيخلط له هيدا الكوتش ما بيقول له شو عم تاخد ليروح عند الحكيم قال له أنا عم بياخد كذا إذا صار معه شي يصاح عم يخبس كل الكوتشي هذا الشي ممنوع لأنه ممكن يكون مأزيم محمد بسطتنا تعرفنا عليك وبيصبحيتك بني لك كل التوفيق بالبطولات الجاية هلأ إن شاء الله أنا بأزار ما بينسى فيه شخص عزيز علي هو حبيب وصديق ورفيق وعن جد إنه لو لهو الآخر بطولة أنا إنه ما بعمل هيدا الإنجاز لهو السيد هشام ناصر فيه السيد شريف وهبي كمان هلأ إن شاء الله هيكون امتبعنا خلال هيدا الموسم لمستر أولمبيا وبتشكر الجميع أنا هلأ حناخد بريك مشاهدينا بعد رح نكمل بإلايف خليكم معنا اشتركوا في القناة